قد افشة بقى. وانت حلم نكدي افشة بقى. الكلام بيميزه هو صغير ايه? محمد ده اكتشفناه بالصدفة في ملعب في منطقة البراجيل. هو جاء من قرية اسمها كنبيرا. وطبعا حددته هو اتكلم فيها كتير وما بيتنا مرشي الاهل وبالعكس. هو دايما بقول انا ابتديت كزا والدي كزا والدتي كزا. ودي من السمات النجم والما تخلاش عن الاصول بتاعتي بالعكس دي تجربة احنا نعلم منها شبابنا. ازاي بتبدأ? الحلم مش بعيد. لو انا حطي التارجد في دماغي هلعب في الاهل والعب في منطقة بمصر. واملك المقاومات دي هتوصل. شفت الجن بتاع محمد مجد افشة اللي كان من نص الملعب. اه. 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 هو متعنق. مثلا هو ناشئ. اه. كتير قوي. اه. اه. ورغم القبال حضرتك. محمد بيتفرض عليه. يعني النهار اي حد بيلعب النهار اللي هي. نمبر اوان هترائب مجدي يالي شريف. اه. عشان تقول اي اه. 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 ده الهدف اللي معانا اه. 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 لا 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 زكي غير عادي. غير عادي. كان نفس الزكاة برضو المهرب. مجد بيلعب. اه اه. احنا في سن تراتات سنة. اه. بنتفرج على حوالي تلتمية ولد. كنت انا وكابتن فتحة ماشا. اه. احكي لها الكواس الحلوة ده يا كابتن. امام. البراجيل. اه. ولسه متنجل صناعي جديد. اه. فاحنا عاديين في نص الملعب ظهرنا البعض. هو بيبص على النص ده وانا بيبص على النص ده. اه. اه. عادت شوه فانسل حوالي متين لعيب ما ما فيش. لان انا عندي عندي يعني اسلوف في اختيار اللعيب. مش كل اللي يعمل حركات بالكورة تقول ده لعيب كويس. اه. انت بتشوف في من تلتي عقلية زكاء طفك السرعة مهمة جدا. عقلية اللعب يا اسامة. فكان من الحاجات اه. 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 قال لي فيه ولد قدامي هنا تعبص. انا مش عارفين. ده بكابتن مين? اه. فاتح ايه اه. فاتح محمد علي. اه. شعير بفاتح اه. 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 يعني لازم نديره حقه. لانه هو العين الاولانية اللي جابته. وبرضه هو اللي احتوا في الفترة الاولانية. بعد اكتشافه. اه. لان انا كان جيه في وفي الوقت ده الدكتور عمر استهلا بمكاني فترة بسيطة وأنا كنت لقتي مع كابتن أنور وعلاق فوق وبعدين رجعت تاني ففتح اللي كمل معه الفترة الأول نية 3-4 شهور فهو عشان معهوش فلوس معهوش إمكانيات والقرية دي عشان توصلها تركب 3-4 مصلات قبل ما توصل بس عندي نادي النيل وبعدين من نادي النيل تنزل بقى تروح لإنبي في طريق السويس يعني مشوار كبير ومكلف فكان الكابت فتح اللي بياخده بعربيته ووصله يركب بس هو توكتب كيوصل لغاية وياخد المشط الطريق ياخد المعادة المرين ورجعه تاني فتم رعايته في كل الجوانب الغذائية لكن عقلية يعني مدري بينها يمكن أكتر اتنين لفتوا انتباه في حياة التدريبية محمد مجدي محمد مرسي أفشا أيوة وصلاح محسن وهم تسع سنين عشر سنين أول ما شفتوهم على طول لا 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 لعيبة بتاعتاه له زماني لا يعني أخذنا أتكلم معك بصراحة أما بتستكشف لعيبة كده بتقول ايه اللعيبة بتاعاه لي مش بتاعها بس أنا حمسكه طبعا لأنه انت في الأخير بتشتغل لمؤسسة ردبك ووقفه أتعارف إن الولد الصغير ده لا ما عنديش شكل لومك دي هيكون ليه مسابق كبير لكن لازم برضو الحديث يسكر يا كابتن أسامة دايما بنخفل إحنا في النص حاجات مهمة جدا ما هو اللي وصل أسامة وأعماد متعب والأسمادي قاطف التدريب صغيرين لغاية ما خدهم حد حطهم في التواقق الكبير ده